اهلا بكم الجديد كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد رميحي عن تخصيص منطقة جديدة لاحتضان المشاريع الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية المتخصصة وقد أوضح الرميحي للنشرة الاقتصادية أن المنطقة التي ستتخذ من خليج البحرين مقرا لها تقع على مساحة ألف متر مربع وستمكن المشاريع الناشئة من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي وصولا إلى ريادتها والانطلاق نحو العالمية كما كشف الرميحي عن قيام مجلس التنمية الاقتصادية بإنشاء محفظة خاصة تستثمر في شركات التكنولوجيا المالية بما يخدم الارتقاء بالقطاع نحن نشوف أن مهمتنا الآن إلى خلق بيئة متكاملة لاحتضان هذه الشركات فاليوم هناك قوانين التي يمكن أن تلعب دور رئيسي تسمح لهم أن يعملون في هذا القطاع في المملكة لكن هناك أيضا خطة إلى تخصيص منطقة والصراحة تكون في مبناننا التي تجمع بين هذه الشركات مسرعات أعمال محاضنات ويكون لها وجود حتى على البنوك الموجودة في المنطقة أو في البحرين إلى ذلك بعد أيضا وجود البنك المركزي بيئة تحتضن هذه الشركات وتساعدهم على التوسع في البحرين ومن ثم إلى المنطقة ونتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية التي سانفت عملها بعد نهاية إجازة عيد الأضحى والتي أوقفت دولات البورصات الخليجية مطلع هذا الأسبوع نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع نسبة 0.65% عند مستوى 7.306 نقاط وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلبية الأسهم المتداولة بفعل تداولات قوية على أسهم قطاعي البنوك وأيضا قطاع الأدوية نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت متراجعة بنسبة طفيفة 0.04% عند مستوى 6.918 نقطة وجاء على رأس الانخفاض مؤشرية التأمين والموارد الاستساسية سوق أبوظابي اللوراق المالية شهدت تراجعا أيضا بنسبة تقارب نصف نقطة مئوية عند مستوى 4.457 نقطة بسبب تراجع السلع الأساسية أو الاستهلاكية والاتصالات فيما شهد سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة نصف نقطة مئوية أيضا واغلقت عند مستوى 3642 نقطة وجاء على رأس الارتفاع مؤشر قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية في حين ارغلق سوق مسقط للوراق المالية بارتفاع طفيف جدا 0.03% عند مستوى 5064 نقطة وجاء على رأس الارتفاع مؤشر الصناعة ومؤشر القطاع المالي أما بالنسبة لبورصتنا المحلية ومشاهدين فقد أقفلت على ارتفاع بنسبة 0.67% عند مستوى 1311 نقطة وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجاري وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 400 ألف دينار تم تنفيذها من خلاله 57 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 45% للقيمة الإجمالية للأسهم